خدت الدواء بتاعك يا ماما ولا لا؟ ايوه يا حبيبتي ابنك الدهولي ربنا يبارك له يا رب ماشي يا حبيبتي ربنا يجيبه بالشفى ان شاء الله انا عارفة يا بنت ان انت مستحملان وان انت تعبتي تعبتي من خدمتي واصل ان انا قاعدة معاكي بقى لي اكتر من خمس شهور وما فيش حد من اخواتك هنالي يقول لي تعالي عودي معايا شوي انا عارفة ان انا بقيت حملت قيل عليكي لا يا ماما ما تقوليش الكلام ده ما تزعينيش منك ده نشيلك جوا عني وما تعرفش ابدا ولا يوه ربنا يخليك لي يا حبيبتي وما حميش منك ابدا طل عمرك حنيينة علي طيب انا هنزل مشوار كده يا ماما ومش هتأخر ان شاء الله مش عايز حاجة جبالك معايا وانا جاية لا يا حبيبتي قطر خيرك ربنا يخليك لي يا حبيبتي اعمل ايه بس ما عادتش قادر ما عادتش قادر على خدمة امي وتعيب ومش عارفة عامل ايه ما كلم كده سماح جايز ربنا يهديها هي اكبر مني وتقدر تستحمل يعني بس هي دايما مزعال امي منها كده على طول كل ده عشان ما تجيش تخدمها انا عارفة دماغها هي طول عمرها كده وطول عمرها تعمل معاها كده تقعد تزعالها وتجي عليها عشان اماما تقوليش اجي عندك ابدا هلو ايوه يا سماح اخبارك ايه يا اخت الحمد لله يا حبيبتي بقولك ايه يا سماح انا بفكر اود ماما البيت بتاعها ونروح انا وانتي يعني نشقر عليها كده ونخدمها انت عارفة امك تعبانة ومش تقدر تخدم نفسها بس انا محتاجة حد معايا يساعدني يعني في خدمتها لا بقولك ايه شليني من حزبانك انا مش فاضي وعيال كبار ومحتاجين خدمة وانا معدتش قادر انزل واطلع ياخته كل يوم فالله عاد عندك وخلاص وادك بتخدميها انا تعيبت انا تعيبت ومعدتش قادرة ومقدرش اقولها كده في وشها همك بتصعب علي ومحتاجة حد يخدمها وانتو سايبينها عندي بقالها 6 شهور ومفيش حد فيكو بيهون عليجي ياخدها وانا جزي مش معارض ولا حاجة بس انا تعيبت ومعدتش قادرة وانت عارفة ان العيال عنده صغيرين ومحتاجين خدمة ده اكبر عيل فيهم عنده 10 سنين بقولك ايه صرف نفسك انت بقى مالكيش دعوة بي ولا تحطيني بحزبانك اه انت عليك لسه صغيرين وممكن تساعد امك معاهم يعني مش قضية لكن انا ياختي مقدارش اناولاد جبار وفي سنوية عامة ومحتاجيني جنبهم مش ابقى فاضي انزل واطلع كل يوم عليها ماشي ماشي يا سماح قطر خيرك يا سيتي قطر خيرك اه ايه ايه اروح اقولها بقى الكلام ده بقى عني عشان تزعل مني وتخصمني بقى على طول مع اي ناصة دي كمان يا سيتي انا لا هقول ولا هعيد سيبيني في حالي بقى مع السلامة كنت عارفة كنت عارفة انها تطلع الندلة معاي ومش هتعمل اي حاجة انا عارفة ان هي طلع عمرها كده قلبها جامد وجاحي ولا عايزة تخدم حد ولا عايزة تشيل امها ابدا ايه ده انت جت يا محمد من تحت اه يا حبيبتي واقعد مع ستك كل عماليني دردش مع بعض اهو انا جبتلك يا ستك كل المنجا اللي انت بتحبيه هسقعهالك بقى في التلاجة واجبهالك بعد الغد ولا يا ماما جبتلي هاي يا حبيبي جبتلك انت كمان بس اما تتغدى اول هجبها لك هذي يا ماما تحكيلي بقى حماتي بقى على ايام زمان انت وعمة عبدالعال اما دخل مطبخ بقى شوف اللي ورايا انا محتارة ومش عارفة اعمل ايه انا تعبانة جدا وعظمي بيوجعني ونفسيتي تعبانة جدا ومعدتش قادرة على خدمة امي خالص وعارفة انه كلكوا هتيجوا علي وتقولي ايه يعني مامتك يستحمليها واعتبريها ايل من عيالي بس انا حرفيا بتقطع من جواي ان بفكر ناسيبها في البيت بتاعها وبروح لها كل شوية مع اني فعلا مش هقدر اطلع وانزل كتير كده بس اخوتي لازم يشيلوا المسئولية هما كمان معاي انا تعبت ومعدتش قادرة وكلهم مرتحين في بيوتهم وبيصعدوهاش في اي حاجة خالص ومتكلين على انها عندي في البيت وانا اللي بخدمها وانا تعبت دلوقت قلولي قلولي اعمل ايه اشتركوا في القناة